توضيح الفرق بين مصطلحات ثلاث تتكرر كثيرا في هذا المقرر وتحدث بعض اللبس والخلط أحيانا هذه المصطلحات هي مصطلح أرشيتكشر كمبيوتر أرشيتكشر أو معمارية ومصطلح كمبيوتر أرغانيزيشن أو تنظيم ومصطلح كمبيوتر ديزاين أو تصميم نوضح الفرق باستخدام جدول فيه تعريف المصطلح أمثلة للمصطلح ثم نختم بمثال جامع ترد فيه المصطلحات الثلاث لنعزز فهم الفرق بينها نبدأ بالمصطلح الأول كمبيوتر أرشيتكشر معمارية الحاسب فنعرفه ونقول أنه هو كيفية إنشاء وما هو سلوك الوحدات الوظيفية داخل الحاسب مثال لذلك تقنيات العنوانة المستخدمة في الحاسب وما هي مجموعات التعليمات التي يستطيع الحاسب أن يتعامل معها بالنسبة للمصطلح الثاني تنظيم الحاسبات فتعريفه هو كيف يتم وصل العناصر المادية داخل الحاسب كمثال لذلك نورد تقنية الذاكرة وكيفية توليد إشارات التحكم داخل الحاسب أما المصطلح الثالث كمبيوتر ديزاين تصميم الحاسب فهو يتعلق بتطوير ماديات الحاسب لذلك تعريفه هو The Development of the Hardware وكمثال لذلك نقول كيف نطور ماديات المعالج بحيث نزيد من سرعة المعالج وكيف نطور ماديات الذاكرة الميموري بحيث نزيد من سعتها الآن أرجو الانتباه لهذا المثال الجامع المثال يقول Having a multiply instruction in a computer is an architecture issue وجود تعليمة لإجراء عملية الضرب في حاسب ما هي شيء يخص معمارية الحاسب أما كيف ننفذ هذه التعليمة إن وجدت فهو موضوع يخص تنظيم الحاسبات How to implement the instruction is an organization issue وإذا وجدت التعليمة وحدد كيف يتم تنفيذها في حاسب ما فبأي سرعة نتحصل على نتيجة عملية الضرب هذا موضوع يخص التصميم How fast to process the multiplication is a design issue أرجو أن يكون الفرق قد وضح بين هذه المصطلحات الثلاث تبعاً تطنيو بس اشتركوا في القناة